ورجعنا لكم بعد الفاصل مدح الله سبحانه وتعالى العلم وأهل العلم وحس العباد عن العلم والعلم من أفضل الأعمال الصالحة كلمنا بفضل الشيخ محمد عن العلم في القرآن والسنة وبين لنا مكانته العلم والعلماء بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في سريع بسم الله الرحمن الرحيم رفع الله قيمة العلم والعلماء من أول يوم خلق الله فيه آدم قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون العلم له مكانة عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخشى الله من عباده العلماء أي أن أعرف الناس لله وأتقى الناس بالله هم العلماء الصحابة كانوا يقدرون العلم والعلماء الإمام علي كرم الله وجهه يقول من حق العالم علينا أن لا نشير إليه بأيدينا ولا نغمزه بعيننا ولا نؤذيه بألسنتنا وأن نجلس بين يديه بأدب واحترام وصدق القائل حين قال ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل مرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعيش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء الصحابة كانوا يقدرون العلم والعلماء زيد بن سابت ذهب ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب معه في غزوة من غزواته وهي غزوة بدر فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه قال له ارجع يا زيد فإنك صغير فعاد زيد إلى أمه وأخاه فذهبت أم زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ابن زيد يحفظ سبعة عشر سورة سورة كما أنزلت على قلبك فاستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب به فطلب منه أن يتعلم العبرية العبرية دي أستاذ يوسف لغة اليهود وهي من أصعب اللغات فتعلم زيد العبرية فطلب منه النبي أن يتعلم السريانية يا شيخ محمد فتعلم زيد السريانية فأصبح ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد كان عنده كم سنة بقى يا شيخ محمد كان عنده تلتاشر سنة يا سنة ماشاء الله تلتاشر سنة وترجمان مين ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق يختار زيد ليجمع القرآن الكريم وزيد كان عمره 23 عاما يجمع القرآن الكريم زيد بن ثابت هذا الشاب الصغير مع وجود عمالقة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعمر بن العاص وزبير بن عوام عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقلس عمالقة كثيرة وزيد بسنه الصغير يجمع القرآن الكريم لكن العلم له أناس يفهمون معنى العلم لأن كلما ارتفعت في العلم كلما ازداد توضعك لا تضغى ولا تتكبر على أحد بأنك على علم إنما كلما ازدادت علما كلما ازدادت توضع لنا وفوق كل زي علم عليم وصدق الله عز وجل حين قال ذلك زيد بن ثابت يرى عبد الله بن عباس ابن عم من النبي صلى الله عليه وسلم يركب على دبته فيذهب إليه زيد مسرعا ويمسك بخطام الدابة فينظر إليه عبد الله بن عباس ويقول له لماذا فعلت ذلك يا زيد فقال زيد هكذا أمرنا رسول الله أن نحترم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن عباس أرني يدك يا زيد فزيد عطاله إيه عطاله يديه فقام عبد الله بن عباس وقبل يد زيد فتعجب زيد بن ثابت وقال له لماذا فعلت ذلك يا ابن عم رسول الله فقال عبد الله بن عباس وهكذا أمرنا رسول الله أن نسمع مع علمائنا فالعلم له مكانة عند الله وعند رسول الله وعند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن تعود هذه الاحترامات بين الطالب والمدرس بين الناس وبين أهل العلم كما كانت في العهد الأول لأن الأمم والمجتمعات لا تتقدم ولا تنهر إلا بالعلم وبسواعد أبنائها المخصين أكيد أكيد إيه فوائد لعلم النافع؟ الشيخ العمد العلم النافع له فوائد كثيرة أولا في التربية يكون على ضرايا وعالم ستكون مربي فاضل تستطيع السيطرة على أجيال بل تعلم أجيال علم نافع العلم النافع له فضل في سوابة الدين لأن بدون سوابة الدين التي شرعها الله عز وجل لن يستقيم هذا المجتمع العلم بجميع أنواعه علم علوم طبية علم علوم الدين كل هذه العلوم هي السبب في رقي المجتمع ونهضة الأمة العلم له أثر كبير في نفوس الإنسان الإنسان إذا طبق العلم مع العمل صح أي سر تقدم أي دولة كبيرة؟ العلم أو العلم؟ نعم وعندنا قعدة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها من سلك طريقا يلتمش فيه علما سهل الله له طريقة إلى الجنة وإن العالم لا يستغفر له الطير في الهواء والحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فالعلم يكون سببا في أن ينال الأستاذ يوسف وظيفة يأخذ عليها راتبا ممتازة وهكذا تمام في نفس الحلقة أولا نتكلم حاجة جميلة كلا الشيخ محمد حضراتك مبتهل جميل جدا لو عايزين نسمع حاجة كده من حضراتك نسمع حاجة عن العلم نسمع كاتبة حالا النهاردة أبي ماجي تتفضل سامع علم العلم نور للعبد في كل أوقاته العلم نور للعبد في كل أوقاته فلكل مجتهد النصيب واستعن بالله دوم الفضل في علم يكون به الهدى العلم مصباح لصاحبه العلم مصباح لصاحبه فإذا ما نشر العلم زادت مصابي حد جاء بالعلم تزود اقرأ بالقراءة بدأ النبي رسالتي أهل العلوم لهم قدر أهل العلوم لهم قدر وبالعلم نحياء وبالعلم نفهم الصحراء العلم تعلو به الأمم وترقى إلى القمم كن عالمًا كن عالمًا يذهب البشر ويبقى العلم في الآثر صلوا على خير الورى علم صلوا على محمد فكلامه طيب ودوى اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك علي سيدنا محمد وعالي وصحبه أجمعين الله عليك يا شيخ محمد أنا أخد الوقت المتباقي من حلقتنا أسئلة كان بعتالي المشاهدين الحالة النهاردة فهنا نقولها لكم ونجاوب عليها إن شاء الله بقدمة الشيخ محمد هل الصفية حرم؟ فضل الشيخ محمد هل الصفية حرم؟ والله هذا مذهب في بعض المذاهب تحتاج إلى مجموعة من العلماء لإبداء رأي يعني مش كل الأرأي العامة أقدر أفت فيها فموضوع الصفية بمجملها ما تقدرش تأخذها كلها على بعضها مختلفة فيها أعضاء مختلفة تمام لو كنت تقول اليوم في الدروس برا وروحت المغرب أصلي الفورت كلها على بعضها هينفع؟ أحيانا إذا كان بدون قصد وبدون تعمد فيعني الدينه يسر فلا شيء في ذلك بأمر المغرب ويصلي بالترتيب ومقبول إن شاء الله الأولى في العبادات الترتيب ولكن الصلاة في غير أوقاتها بيبقى سواب الصلاة وسقط الفرد عنها ولكن سواب الصلاة لا يؤخذ كاملا الصلاة على أوقاتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقدر جميل الدرجات أفضل الأعمال الصلاة على النبي وقتها وقتها مشاهدة المسلسلات حرام؟ المجمل العام حرام مجمل يعني في مسلسلات حرام ومسلسلات لا نحن عندنا المسلسلات مسلسلات هادفة دينية ذات قيمة ليس فيها شيء لأن لا بها نساء عراية ولا بها أشياء مخالفات كما نرى أما ما نراه في عصرنا الحالي من المسلسلات التركية التي يجلس أمامها جميع النساء إلا ما رحم ربي بل وعجب العجاب أننا حينما نرى البطل في الفيلم التركي أو في الفيلم الهندي مات بنشوف النساء بتبكي يعني أمر عجيب للغاية مع العلم أنهم لو سمعوا القرآن من أوله إلى آخره لم يبكوا لكنهم يبكوا لموت بطل في الفيلم الهندي أو في الفيلم التركي لا في قلوبهم خشوع فيعني يجب علينا أن ننتبه إلى مثل هذه الأشياء الشيخ محمد لو أنا بعمل الزنب لو أنا بعمل الزنب وبقرره وبحاول كل شوية أتوب منه هل إذا أبعد عن الزنب وهل كده ربنا بيحسنني على التكراري ولا هيغفر لي على الزنوب اللي أنا بعملها وعايز أتوب عنها وزي أتوب كلنا بلاستثناء أصحابه معاصن وزنوب بل هو فرض علينا أن نخطئ قال الله عز وجل في الحديث القدسي لولا أن تزنبون لأذهب الله بكم وجاء بأناس يزنبون ويستغفرون فأغفروا له عندنا الآيات في سورة أل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجانت عرضوا السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفكون في الصراء والضراء والكاذمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الآية اللي جاية هي اللي احنا عايزينه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إلا حصل ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلموا عدم الإصرار على الزنب هو إذن أنا أخطأت وتوبت تاب الله عليه لكن خطأ ورا خطأ ورا خطأ ولم أتوب إذن ده إيه هو بيعمل الزنب بيعمل الزنب إذنبت ألف مرة يجب علي أن أتوب كل مرة كل مرة ولكن لا أصر على المعصية تمام العبد إذا تاب من الزنب لا يصر على المعصية الإصرار على المعصية سيد يوسف بيجعل على القلب سواد كل معصية الإنسان بيعملها بتضع نقطة في القلب وهذه التي حكت عنها صورة المتوففين هو الران كلا بل رانة على قلوبهم ما كانوا يكسبوه ماشي الران هو إيه سواد زنب وراء زنب وراء زنب معصية وراء معصية وراء معصية أصبح على القلب بقران اسود القلب من كتر الزنوب من كتر المعصية والإيه والذنوب في الملخص الفقراني سؤال الأخير بنت بعتالة بتقول أنا أبلبس فتاتين واسعة والكاملة كله بس بتكون أسرق سنة يعني طالعة في الكعب السنة هل ده شري ولا من شري قلنا يبنينا عليهن من جلابي وهن يعني اللي هي الحتة دي حرام قلنا يبنينا عليهن من جلابي وهن ولا يبنينا من زينتهن زمان في الجاهلية كان يربسون الخرخال وعاشياء تصدر صوتاً من الجاهلية في الجاهلية وده ده من الجاهلية جاء الإسلام منع كل هذا طب مع نهاية الفقرة أو نهاية حلقتنا في الختمة يعني لو تسمعنا حاجة يا شيخ محمد جايزة تكلم عن حاجة عن المساجد مناسبة الحجاب تمام إن المساجد لله مرحبا مرحبا بعمارها مرحبا بأهلها قال فيهم الحق في علاه إنما يعمر مساجد الله من آمن زوار بيت الله في كل مسجد زوار بيت الله في كل مسجد أبشروا فبكم يعبروا المسجد على الصراط زوار بيت الله في كل مسجد في خير البقاء في خير البقاء في خير البقاء في الأرض أنت تتسجد كيف لا والملائك بالمساجد تهدتدي نعم فطوبا نعم فطوبا لمن تطهر في بيته للمولى زائرا فحق على المزور أن يكرم زائرا أنت ضيف على الله أتيت مؤمنا أبشر أبشر فالجنة لك بعد الرضا من الله زخرا ومسكنا نبي الهدى صلوا عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه ده كان ختم حلقتنا بشكرك أساس فادية الشيخ محمد سعدي فادية الشيخ محمد الحمدي بشكركوا جدا على الحلقة ده كانت حلقتنا النهاردة وختم حلقتنا النهاردة انتظرونا إن شاء الله الوزباق الجاي وحلقة جديدة من برنامج بين الكلمات ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة